كما ما فيش طرح برلماني لفكرة استعادة السندوق الى امكانياته المادية والمالية وليه يبعد عنه العشرة في المئة والاثار يعني هما هي كانت الحكمة في النوم وزارة واحدة ولا الحكمة ان الاثار يؤخذ بينها كما يؤخذ بين يعني نسب لجهات اخرى للثقافة نفسها والله يعني انا من رأيي ان قطاع الاثار مفروض انه يبقى يعني دي انا اختلف مع زميلة ضحة انه مفروض يبقى يعني قطاع قائم بذاته قائم على يعني انه يحقق ايراداته بشكل مستقل وهو قادر على ذلك ما فيش اي حجة لقطاع الاثار انه يبقى قطاع بيعاني مادية لأ النقطة انه فعلا دخل الاثار العشرة في المئة من تذاكر المتاحف كانت فعلا عاملة فرق وبالتالي النهاردة انا عشان افكر اجيب موارد للصندوق يعني ايه المنطق ان انا اشيل العشرة في المئة طيب هنجيب موارد تانية يعني حصل حديث في المعالي الوزيرة فهي قالت ان الموضوع ده صعب جدا وانه يعني احنا محتاجين ده يعني كان سبق ودخلنا كلاجنة فان احنا طالبنا ان احنا نعمل هيئة مستقلة تعمل تبقى عندها المساحة دي كمان للحفاظ على ذاكرة الامة لانه فكرة شراء مثلا يعني حقوق مثلا نجيب محفوظ كان الصندوق لما بيبقى عندهم زناية يقدر يشتري الحقوق يعني في حاجات كتيرة ليها علاقة بالملكية الخاصة وفي نفس الوقت ليها علاقة بتراث مصر وتاريخ مصر فكان الصندوق عنده ده فبالتالي الحقيقة انه الصندوق تنمى الثقافية عنده الصلاحية دي ولازم يكون في دخل ولن يعود شيء يعني مهما حاولنا نلاقي بدايل اللي كان موجود الاثار دي حاجة ضرورية جدا بس ربما المح بداء المطروحة في الاستراتيجية لما وزارة الثقافة كلمت عن شراكة مع القطاع الخاص يعني النواب فهموا ازاي شراكة وزارة الثقافة مع القطاع الخاص سيدة النائبة هو اللي اتجاه حالين في الدولة عموما انه يبقى فيه شراكة مع القطاع الخاص على مطارة جميع الوزارات والهيئات كويس ازاي تبقى الواربع في وزارة الثقافة تبقى للإستراتيجية دي نيجي يعني لو كلمنا عن القطاع الخاص هو دايما يعني محدد في اهدافه ويعني اسلوب العمل من خلال القطاع الخاص بيبقى اسلوب دقيق الى حد كبير بيهدف الى الربحية في المقام الاول والاستثمار على الوجه الامثل يعني طبعا العاملين في المجال الثقافي ما عندهمش رؤية دي لابد انه يكون فيه يعني شراكة يعني تفعيل الرؤى الثقافية بمنظور تجاري واعتقد ان يعني الجزئية دي هتبقى فعالة الى حد كبير صحيح بس هنا الفلسفة هنا يا سيد النائبة كلام عن الثقافة باعتبارها سلعة ولا اعتبارها خدمة يعني لو سلعة تبحث عن الربح طبعا القطاع الخاص اي بالحكاية سواء افلام او مصرح او غيره انما لما تبقى خدمة يبقى الدولة مكلفة منها تقدم خدمة ثقافية للمواطن سواء في مسارحها او لو انتجت افلام في متحفها انما ان احنا نحول فلسفة وزارة الثقافة الى وزارة بحيث عن الربح او الاستثمار ده امر يحط وموت شديد في فلسفة الوزارة نفسها خلينا نرجع انه الوزارة بتعاني ان هي يعني في تمويل الكثير من الانشطة عندها محتاجة تمويل التحميل على الدولة يعني اصبح بيثقل الدولة في ظل الظروف الاقتصادية المتوجدة او اللي بنعيشها حاليا المانع انه نستثمر جزء من القدرات الثقافية او القدرات اللي موجودة في وزارة الثقافة جزء منها وليس كل لتخطيط النشاط المجاني وانا خايف ست النائبة ان انا افاجأ بتأجير مصرح عشان افراح او القدرات عشان عايزين نستثمر هو اصل الثقافة هو في الحقيقة فكرة انه 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 دولة يعني انا مع مدرسة انه المسألة مش سلعة بس يعني ما ينفعش الثقافة تبقى سلعة في مجتمع اولى نسبة الامية فيه عالية جدا الرجعية كمان عالية جدا قطاع الخاص اللي موجود للأسف يعني احنا مش قادرين نعتمد على الطبقة الوسطى او على الاستثمار لانه الاستثمار في مصر احنا الناس حتى لما بتيجي تتبرع تروح تتبرع الاول للانشطة الخيرية او الدينية وبعد كده بتتبرع للرياضة محدش بيفكر يتبرع للثقافة محدش بيفكر يعمل مؤسسات ثقافية وبالتالي انا عندي اصلا في المجتمع احنا الطبقة الوسطى والمجتمع المدني مش مؤهل حتى الان او غير راغب دي مش من اولوياته فهنيجي نتكلم عن شراكة مع قطاع خاص قطاع خاص يهمه لو بنتكلم بالمنطق يهمه الربح طب انت في مجتمع اصلا مش متقبل ما تقدمه فهو كمان هيجزب مين يعني هو كمان هيجزب مين اللي انا شفته مثلا في جزء في الاستراتيجية تأجير الصور اصوار القصور الثقافة وتأجير الاسطح يعني هل ده اقدر انا كحد بيفكر في استراتيجية للثقافة اتعامل معي لان انا بعمل استثمار او دخل طب حضرتك ممكن الاسطح ما انا عرفش يعني لما الى الان طرحت وجهة اعلان قرر يعمل الصور فعاملوا المكتبات يعني ماشي عاملوا كأنه سوق مكتبات وجهة اعلانية او عشان كده قلت حضرتك المسائل مش واضحة المسائل مش واضحة ولازم تكون يعني بتعتمد كمان على وجهة نظر اللي هينفذ يعني ممكن تبقى الافكار جميلة لكن احيانا في النهاية حتى لو هنتكلم على استثمار النهاردة عندي اصرين ثلاثة ثقافة في اماكن في القاهرة في الجيزة ممكن يجيبوا اعلانات لكن اللي في الاسور الثقافة اللي في بيوت الثقافة في قرى نوع الاعلانات ايه وشكلها ايه وهتجيب كم عشان انا اقدر اسمي ده استثمار يعني في الاخر هذا المشروع انا اللي اعتبره استثمار ثقافي فما اقدرش اقول ان دي خطوة ودي حاجة رايحين بيها لقدام وفين الاستثمار الحقيقي في الثقافة هو استثمار في الانتاج الثقافي مش يعني مش عشان اجيب فلوس انا ممكن استثمر بشكل مختلف اعم برضو السؤال كمان انا لما اجيب فلوس